بسم الله الرحمن الرحيم اقليمية والمحلية ملفات كتير اوي هنتدولها وهنتكلم فيها النهاردة وفي حلقتنا ان شاء الله هنفتح فيها جميع الملفات ونحاول نغطي معكم مجمل الملفات السياسية والمحلية والاقتصادية على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي والمستوى المحلي لذا لابد ان كنا نلتقي بالسيادة العميد محمد يوسف عدو الهيئة العليا بمؤسسة القادة والمدرب بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم اهلا بحضرتك يا فاند المعنى اهلا بك يا دكتور رفعت كل سنة وحضرتك طيب بشكرك على هذه الدعوة الكريمة وبشكر فريق الاعداد وبنتهز هذه الفرصة وبقول للمصر كل سنة قمت طيبة احنا النهاردة عندنا اعياد كتيرة خلال الـ 48 ساعة اللي فاتوا ببعت رسالة حب وموادها ورحمة لكل الشعب المصري النهاردة انتهى الصيام وعيد السيدة العزراء كل سنة وانتم طيبين وببركة ام النور ان شاء الله تفرح قلوب كل المصريين كمان من 48 ساعة كان عندنا عيدين عيد التجل المجيد اللي ظهر فيه سيدنا المسيح لبعض طلابه اعتقد كان بطرس ويعقوب ويوحنى وكمان عندنا رأس السنة الهجرية يا رب تكون سنة خير ورخاء على مصر وعلى الامة العربية بالكامل يا رب ان شاء الله كل سنة وكل مسيحي وكل مصري على ارض الوطن الحبيب بخير وسعادة سيد العميد اول ملف معنا ملف الانجازات خلال 6 سنوات مشروعات عملاقة انشاء طرق مصر بتمر بمنعطف وتغييرات كبيرة على المستوى المحلي داخل البلد كل يوم افتتاحات انفاء مشاريع مشروعات اه شركات مصانع تطوير في كل البنية التحتية بالنسبة للدولة تطوير في الجهاز الاداري بالنسبة للدولة اه انا شايف ان خلال 6 سنوات حصل فيها تطورات كبيرة على في الشأن الداخلي ممكن حضرتك تلك نظرة على الملف ده طب انا حسزم بحضرتك ان انا حرجع بالزكيرة بس لعشر سنين فاته تحديدا لفترة الخراب العربي في 2011 تمام وما اصاب الامة العربية في هذا التوقيت وان هناك العديد من الاشخاص وان كانوا مفكرين او مثقفين بيحاول يدوا صورة ان ما حدث في 2011 لم تكن مؤامرة على الوطن العربي لازم اقف هنا واقول لا دي كانت مؤامرة ومؤامرة ضخمة جدا على الوطن العربي لانشاء الدول الفشلة واعتقد ان لو الاعداد الصور بنبين فيها مدى الخراب اللي اصابت الدول العربية وتحديدا الدول ذات الحضارة زي العراق زي لبيا زي اليمن زي سوريا واخرهم لبنان مصر في هذه الفترة لم تكن بعيدة عن هذا المشهد بل بالعكس احنا كنا في هذا المشهد بالفعل ولكن استفاقة الشعب المصري في 2013 كان لها اكبر الاثر في تغيير المصار على مستوى الدول العربية يريد يا جماعة لو معنا سور للأحداث اللي بنتكلم عليها تفضل يا سيد العمين فكان عندنا يعني مصر غيرت هذا المصار ليه مصر استفاقت في 2013 برغم كم الهائل من التهديدات والتحديات اللي وجهتها الدولة المصرية في هذا التوقيت عندنا قيادة سياسية وعية وعندنا التفاف قوي للشعب القيادة السياسية حطت اتخذت العديد من الإجراءات اللي بتكفل الحفاظ على كيان الدولة خدت إجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية لا حصرة لها كل ده علشان حاجتين رئيسيين رقم واحد الحفاظ على وحدة الأراضي المصرية ده رقم واحد رقم اتنين وده الأهم زيادة التماسك بالنسيج الوطن بان المعدن الأصيل للشعب المصري في هذه الفترة ووقف جنب قيادة السياسية والقيادة السياسية في هذا التوقيت حطت خريطة دقيقة جداً علشان تنهض بالدولة المصرية وتخش في وكب الدول العالمية وبالفعل تم وضع الخريطة وتم تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي أزهلت العالم بداية من مشروع قناة السويس واللي احنا بنعتبره كان التحدي الأكبر للقيادة المصرية في هذا التوقيت واللي رسم مستقبل مصر على المستوى الاقتصادي قناة السويس لما نيجي نتكلم عليها هنلاقي ندورها محوري لأنها بتربط بين يعني مجرى ملاحي هام جداً بيربط بين الشرق والغرب مجرى ملاحي بيربط بين قناة السويس بين البحر الأحمر والبحر المتوسط باستعراض السور حضرتك على الشاشة بيورينا الدول مدى الحراب الأصاب الدول العربية في 2011 كلنا بنشوف هذه المشاهد وبنتأثر بيها بالفعل لكن النهاردة لازم أبص على ما قامت بفعله الدولة المصرية احنا تكلمنا على كم هائل من المشروعات بنتكلم على قناة السويس هذه القناة التي تم تطويرها وفت تحها يوم 6 أغسطس سنة 2015 بعد إعادة يعني رفع كفاءة المجرى الملاحي وإنشاء القناة الموازية إنشاء القناة الموازية ده عمل يعني حاجة جميلة جداً رقم واحد فتح العديد من المشروعات على ضفتي القناة ده رقم واحد رقم اتنين تم رفع كفاءة وتطوير كافة المواني اللي موجودة على خط البحر الأحمر بالكامل وخلاها بتقدم الخدمات اللوجستية لكل السفن العابرة في القناة كان زمان المجرى عبارة عن مجرى ملاحي عادي النهاردة تطوير المجرى الملاحي خلاه حاجة طبعاً يعني زي ما بيقول كده أسطورة بالنسبة لكل خطوط الملاحي اللي موجودة على مستوى العالم كمان قناة السويس يعني اتعملت بالشكل الذي يوائم تحمل كافة الأعداد والحمولات الزايدة من السفن المرة بقناة السويس عمل عملية تقليل للزمن في انتظار السفن من 11 ساعة ل3 ساعات وعمل تقليل للمرور خلال المجرى الملاحي من 18 ساعة ل11 ساعة ده كله قدل إيه في الآخر؟ إلى أن تقليل الرحلة في نحية مالية للدول حاجة يعني مشرفة ومحترمة كمان عمل نهضة غير عادية بحيث أن المجرى في هذا التوقيت أصبح يعني بالنسبة للشركات العالمية محطة أنظار أن كل المشروعات اللي كانت في الفكر السابق أنها تتنفس في هذه الفترة حولها إلى منطقة لاجستية بالتأكيد منطقة لاجستية بتقدم كل الخدمات بالإضافة لأن احنا كمان عملنا كم هائل من الأنفاء خلال هذه الفترة علشان نعيد تطوير أرض الفيروز علشان نعيد تطوير سيناء الحبيبة علشان ما يكونش فيه تفكير أن يكون هناك منططق أقدامه على هذه الأرض وهو غير مصري عملنا مشاريع كتير أجد شبكة الطرق احنا عملنا شبكة طرق وأنفاء على مستوى مصر تفوق الخيال أكتر من 5000 كيلو متر تم تنفذها في خلال هذه الفترة الوجيزة احنا شفنا المشهد بتاع الدول العربية وشفنا مصر دلوقتي بتعمل ايه شبكة الطرق والأنفاء اللي دخلت في الخريطة العالمية بالشكل اللي احنا شايفينه حاجة طبعا مزهرة عملنا تطوير كبير جدا في المنظومة التعليمية وده مهم لأن المنظومة التعليمية يعني يمكن كان فيه ناس كتيرة يعني مش متجوبة مع ما يتم من فكرة إصلاح المنظومة التعليمية لكن أعتقد أن في جائحة كورونا وما تم إدخاله من تكنولوجيا على المنظومة التعليمية أفات كتير جدا الطلبة فيها هذا التوقيت بالإضافة إلى أن ده علشان أتكلم بس على ملف التعليم عملنا أكتر من 3000 مدرسة وهذه المدارس لم تنشأ من فراغ لكن نشأت علشان سببين رئيسيين أولهم أن احنا بنقلل عدد الكسافة للطلاب داخل الفصول كمان عملنا عملية تقليل للفترات أو تعدد الفترات الدراسية لما نيجي على ملف الصحة وده ملف شائك وكبير جدا عملنا طفرة هائلة على مستوى مصر المئة مليون صحة كم هائل من المصانع اللي اشتغلت علشان تنتج الأمصال اللي بقى فيه صعوبة من استرادها زي أمصال السكر وبعض الأمصال اللي بتخص بعض الأمراض بالإضافة إلى أن احنا افتتحنا حوالي 40 أو أزيد بقليل مستشفى ميداني مثالي بتعمل بكل طاقتها في الوقت الرهن أنشأنا مدن جديدة والمدن الجديدة لازم أفصلها في جزئيتين أنشأنا مدن صناعية وده كانت حاجة كده يعني مزهلة بالنسبة لنا عملنا مدينة الروبيكي للجلود عملنا مدينة الأساس في دومياط عملنا مدينة عملنا المنطقة الصناعية في وسط صينة تماماً فكلها مدن جديدة حلنا مشاكل كل المستثمرين في هذا الموضوع والأهم اللي احنا حصل تطوير في العشوائيات والقضاء على العشوائيات اللي كانت بتعاني بيها مصر خلال السنين اللي فاتت ده بالفعل لأن ده أنا كنت هنتقل من الصناعي على السكني لأن الصناعي خلاص احنا اتكلمنا فيه لكن السكني بقى السكني كان يمكن التحدي الأكبر في وجه القيادة السياسية في هذا التوقيت هي العشوائيات تماماً تماماً ما يسمى بالعشوائيات جوه مصر بالإضافة لأن احنا انشأنا مدن جديدة علشان تعمل عملية تخفيف للزحام في المدن القديمة وكمان يعني تكون مستوعبة للزيادة السكانية القادمة عملنا حاجات ومشروعات كتيرة جداً جداً وتطوير في قطاع البترول قطاع الكهرباء الطاقة المية الصرف الصحي حتى السياحة كان عندنا اهتمام كبير جداً بيها وحطينا خريطة دقيقة جداً يمكن كانت قبل جائحة كورونا علشان نعمل عملية جذب للسائحين على مستوى العالم كله وعملنا كمان مشروع السياحة البيئية علشان نستقطب أكبر عدد ممكن من السياح جوه مصر مشاريع كتيرة جداً مذهلة مش عايزة أتكلم على النقل احنا عملنا قناة سويس بالمناسبة في محطة المستشار الخلوق المحترم عدل منصور دي قناة سويس في قلب القاهرة دي قناة سويس لأن هذه المحطة بتقدم خدمات غير عادية يعني هذه المحطة هي محطة متكملة للنقل لكل محافظات مصر للعاصمة الإدارية الجديدة وكل محافظات الإسماعيلية محطة مركزية حيوية جداً بتنقل مصر من مكان بتنقل داخل مصر من مكان لمكان فكم هائل من المشروعات لقوا خاصة افتتاحات الأخيرة بالنسبة المترو الأنفاء والتطوير الكبير للحصر ده بالتأكيد لأن النهاردة القيادة السياسية بصل مصر إنها تواكب أعتى دول العالم وده واضح بالنسبة لنا واضح جداً إحنا كل يوم بنفتتح مشاريع كل يوم بنقدم للشعب حاجة جديدة برغم إن إحنا كان عندنا جائحة كورونا خلال الأربع أشهر الماضيين لكن عملنا كم هائل من الافتتاحات ولم يتوقف العمل لحظة واحدة ده بيأكد إن القيادة السياسية يعني واخد خطة ثابتة وراها الشعب المصري اللي خلف القيادة السياسية بمنتهى القوة طيب قبل ما نقف الملف التطوير والقضاء على العشوائيات والإسكان والإنجازات حضرتك تحب تديف حاجة في الملف دوت؟ أنا عايز أقول إن خلينا نتكلم بنحية سياسية أكتر إن عندنا قيادة سياسية فهمة ووعية ومن البداية خالص حررت الإرادة المصرية والقرار المصري من أي هيمنة كانت بتمارس أو بيحاولوا يمرسوها على مصر علشان يعملوا عملية تقويد للدور المصري اللي بتقوم به على مستوى الوطن العربي كمستوى إقليمي أو كمستوى دولي لكن إحنا شعب جبار شعب قوي وقف خلف القيادة السياسية بمنتهى القوة عدينا مراحل كتير برغم التحديات اللي وجهتنا خلال هذه الفترة تهديدات غير عادية كل هذه الأشياء كانت بالنسبة للشعب المصري لا شيء الشعب المصري حقق إنجازات غير عادية خلال السبع سنوات وأعتقد إن إحنا بنعمل مهضة جديدة لمصر يمكن ما تعملتش على أرض مصر قبل كده أنا شايف إن الإنجازات أكبر بكتير كمان من كلامنا على المستوى حتى كطاع الكهرباء كطاع السياحة بنحاول إحنا يحصل تطوير كبير قوي الفترة اللي فاتت بالنسبة لجميع المواقع في الملف الاقتصادي بالزياد طيب لو انتقلنا مع حضرتك لملف سياسي شوية طبعاً إنت طبعاً حضرتك عارف إن مصر بتواجه تحديات كبيرة على المستوى الأقليمي خاصةً المشكلة أو الملف الليبي بالتحديد وتطورات الأخيرة اللي بتحصل يوم بعد يوم عايز حضرتك تكلمني تجدينا فكرة عن الملف أو الشأن الليبي وإيه اللي بيدور بالزبط جوه الشأن الليبي عشان المشاهد بيعايز كل يوم بيسمع خبر وبيحصل شائعة في أكبر وقتها الموضوع الشائعات ده هنتكلم فيه في ملف آخر ولكن تدينا حضرتك فكرة عن موضوع الشأن الليبي بالتحديد وإيه اللي بيحصل بالزبط جوه الشأن الليبي والله الشأن الليبي متغير بشكل حاد جدا لدرجة قبل ساعتين ما نطلع على الهواء تمام هناك تغير حاد حالي في الشأن الليبي تمام خلال التمانية واربعين ساعة اللي فاتوا حصل فيه اتفاقات غريبة جدا ما اعتقدش بأي حال من الأحوال أن يرتضي بيها الشعب الليبي تمام بدأت بأن كان هناك عقد اتفاق بين القيادة في تركيا مع قيادة غرب ليبيا على منح الميليشيات الإرهابية التي قدمت من تركيا وقوامهم حوالي يمكن 20 ألف مقاتل بمنحهم الجنسية الليبية واستخراج بسبورات خاصة بهؤلاء ده رقم واحد رقم اتنين وهي كانت الاتفاقية السيئة جدا وبردك بأكد أن لا يمكن بأي حال من الأحوال حيوافق عليها الشعب الليبي أن كافة المواني اللي موجودة في الغرب الليبي تكون تحت آمرة شركات تركية لإدارتها بمعنى أن النهاردة الخصوصية من المفترض أنها تكون في ليبيا في وردات وصادرات وخلافه أصبحت على الملأ مع تركيا يعني النهاردة إحنا سلمنا الجانب التركي كل شيء هل ده يعني هل ده ممكن أن احنا نسيه في أن ده بحث عن المصالح الليبية إطلاقا طبعا التطور الغريب اللي حصل في خلال الـ 24 ساعة اللي فاته أن ده لعت مظاهرات رهيبة داخل المنطقة الحدودية الغربية الغربية الليبية بتندد بالأوضاع وبين عدم الأمن وأن ما فيش مرتبات ما فيش مية ما فيش كهرباء ما فيش خدمات وبالتالي كانوا بيطالبوا بأن القيادة في هذه المنطقة أنها تتنحى عن هذا الحب فوجئنا إمبارح باتفاقية هي اتفاقية يعني تهدئة أوضاع بين الأطراف المتنزعة في ليبيا ولو إن أنا يعني حذر أوف إن أنا أقول أطراف متنزعة لكن أنا عندي جيش وطني ليبي بيحاول يستعيد هيبة وسيادة الدولة الليبية من بعض الميليشيات الإرهابية المتطرفة الموجودة هناك من قاطع الرؤوس وتدمير البلاد وشأنهم شأن اللي عملوه هناك في سوريا وفي العراق وفي اليمن يعني أوضاع كده سيئة جدا طيب لما نيجي نتكلم على القوات المسلحة الليبية وفقت على هذا الاتفاق ووفقت على أن يكون منطقة سيرت هي منطقة منزوعة السلاح ولازم أسترجع على طول بسرعة كده ما تم تنفيذه خلال شهر يونيو الماضي اللي كان برئاسة سيد المشير عبد الفتاح السيسي واللي استضاف فيه المشير خليفة حفتر واللي استضاف فيه كمان عقيلة صالح رئيس الوزراء الليبي واتفقوا مثلا قبل ما تنقل لملف بالنسبة لاتفاقية نزع السلاح عايز أعرف مثلا الجانب التركي ليه الجانب التركي أصلا دخل ليبيا من البداية إيه هي أهداف الجانب التركي؟ طيب يعني أصل الجانب التركي ودخوله لليبيا ده قصة طويلة أولا خلينا نرجع لورا في 2011 تمام ونحن على علم بأن ليبيا هي عبارة عن سفينة في بحر من الأسلحة المتنوحة تمام وكان عندنا في ليبيا رصد لأكتر من 23 مليون قطعة سلاح وكان واجب أن يتم تدمير ليبيا حتى يتضفق هذا السلاح إلى الداخل المصري تمام قولا واحدا ف2011 إحنا عندنا حدود مع ليبيا تتعدل 1200 كيلو 1200 أو 1150 كيلو فيها مناطق وعرة هذه المناطق سهلت دخول السلاح في الفترة اللي كان فيها نوع من أنواع الأمن الغير مستقر جواه مصر وكان فيه كمان مجموعات إرهابية موجودة جوا ليبيا يعني الشأن كان شأن إقليمي بحث بين مصر وبين ليبيا كان فيه مجموعات إرهابية وكان أشهرهم أعتقد أن كان صلاح سلامة وكان كمان هشام عشماوي ويكونوا مجموعات واستقطبوا بعض المصريين علشان يعملوا نواة للجيش المصري الحر اللي المفروض حيخش على الدولة المصرية ويحررها وكان بيحصل تهريب سلاح على الحدود خلاص ده كان مشكلة إقليمية تخص مصر مع ليبيا فقط لغير وكنا بنأمن الحدود وعندنا عمليات للأسف تنفذت هنا في مصر في المنطقة الخاصة بالوحاة وكلام ده كله الموضوع تغير من الشكل الصغير بين دولتين لشكل أكبر وهي دولة معادية لمصر هي دولة تركية التي تبعد عن مصر بأكتر من ألفين كيلو متر والتي تعتبر في الوقت الراهن هي السندوق الأسود والحاضن الرئيسي لكل إرهابي العالم وده وده إحنا عارفينه كويس جدا وأعتقد أن وسائل الإعلام بتؤكد على اللي أنا بقوله ده دلوقتي تركية هي دولة معادية بس كانت بعيدة الحدود عن مصر ألفين كيلو أو أكتر بعيدة قوي قوي ولازم لما نيجي نتكلم على كلمة معادية ما بنقولش الكلمة دي من فراغ لكن تركية استقبلت العديد من الإرهابيين المصريين الهاربين احتضنتهم على أرضها واحتضنتهم وبقى فيه مصروف جيب وبقى فيه إقامة طيبة هناك وكمان فتحت أبواق إعلامية ضد الدولة المصرية من 2011 ولا من 2013 يمكن لحد هذه اللحظة لسه بيطلعوا بهذه الأبواق الغريبة علشان يسوبوا في مصر ويقللوا من شأن الدولة المصرية وما يتم على الأرض من إنجازات وكلام كتير جدا هذه الدولة التي كانت بعيدة أكتر من ألفين كيلو أصبحت حدودها ملاصقة للدولة المصرية باحتلالها الغرب الليبي يبقى النهاردة عندي دولة سابت مكانها سابت أرضها وجات على مسافة تزيد عن ألفين ألفين وخمسمائة كيلو باحت ملاصقة لمصر وبالتالي في هذه المرحلة كان لزام على مصر إنها تشتغل يعني على التغير على الأرض التغير الميداني الجديد على الأرض خلينا نقول إن التحركات دي كلها عملت مشاكل يمكن على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الوطن العربي بالكامل لأن التحركات التركية في هذه المنطقة أصبحت مصار لكل دول العالم أن هذه الدولة تتعامل في هذا المكان أو في هذه المنطقة بشكل غير شرعي وبدون غطاء دولي وبدون مسامدة شعبية غير من الغرب الليبي برياسة السيد فيز السرق طب إحنا هنستكمل الملف الليبي عشان ملف الليبي شائك وكبير وهناخد فاصل عزائي المشاهدين ونرجع تاني لكم ونستكمل حديثنا مع سيادة العميد محمد يوسف طبكم معنا عدنا إليكم حضرات المشاهدين بعد الفاصل للاستكمال حديثنا مع سيادة العميد محمد يوسف عدوا الهيئة العليا لمؤسسة القادة والمدرب المجلس الوطني للتدريب والتعليم أهلا بحضرتك سيادة العميد نستكمل مع حضرتك ملف الشأن الليبي كنت حضرتك بتتكلم على التحديات وأطمع الجانب التركي داخل الأراضي الليبية زي ما شرحنا على الوضع الليبي والاتفاقية اللي تمت إمبارح والتجاوب العالمي معها دي بتدي فرصة إلى أن كل القوى المتنحرة جوه ليبيا تسلك المصار السياسي واللي بيبقى فيه شيء من الاستقرار خلال الفترة القادمة وكفى دماء وكفى اقتتال وكفى 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 كل دول العالم أعتقد أنها أيدت هذه الاتفاقية لعل لو عسى أن تكون مخرج للأزمة الليبية حضرتك لما جيت نوهت على الموضوع الخاص بأطمع تركية لازم أبص على تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون اللي اتقالت أعتقد كان مبارح يوم الجمعة واللي بيؤكد فيها على أن وجبه توقيع عقوبات على الجانب التركي نتيجة تحركاته الغير مبررة في منطقة المتوسط وارجع على طول بالذكرة لأسبوع فات وأتذكر الاجتماع اللي عملوا رؤساء أو وزراء الخارجية على مستوى الاتحاد الأوروبي بالكامل علشان يعملوا عملية بحث وتقويد للتحركات التركية الغير مبررة منذ أحداث 2011 لحتى هذه الأحصار خلينا نبقى عارفين أن تركيا بتسعى بكل ما قطيت من قوة أنها تدخل للاتحاد الأوروبي كعضو أصيل فيه ولن يكون ليه؟ لأن تركيا محتلية دولة من دول الاتحاد الأوروبي القوية جدا وهي دولة أبروس أو جزيرة أبروس اليونانية فده مبرر قوي جدا بعدم دخول تركيا ولن تدخل الاتحاد الأوروبي خلينا نقول المؤتمر ده كان بيتناقش فيه إيه؟ المؤتمر ده اتناقش فيه سبع نقاط حيوية وهامة جدا للتحركات التركية خلال الفترة اللي فاته أهمها رقم واحد التدخل التركي الغير مبرر في ليبيا ودينا تكلمنا على الشأن الليبي وجدت أن التدخل فيه غير مبرر بالمرة علشان تيجي من آخر البحر المتوسط علشان تدخل ليبيا بهذه الكيفية الكيفية وبعناصر إرهابية وميليشيات والكلامة تاني حاجة بتبحث فيه التدخل التركي في العراق وسوريا ولسه مبارح نشرت قوات جوه العراق بداعي أنها بتطارد الأقراض فالتدخل ده تدخل غير مبرر بالمرة ده تدخل تاني رقم ثلاثة أنها بتنقب عن الغاز والبترول في منطقة المتوسط وداخل الحدود الخاصة بجزيرة أبرص اليونانية فهي يعني كده بتخرج كمان بر إطار الاتحاد كانوا هم أعلنوا أنه هم لقوا غاز في البحر الأسود التركي فده ممكن يهدي من التطورات الأخيرة أو الأطماع اللي هي شايفة تركية والله ده قد يكون قد يكون لأن من الواضح جدا أن الأتراك بيجروا دايما على رائحة الغاز والبترول وكانوا بيعتقدوا أن ليهم جزء من التورطة بعد ترسيم الحدود المصرية اليونانية الأبرصية الإيطالية اليونانية اتفاقات كتير حصل فيها تحديد لهذه الحدود البحرية واللي من خلالها ظهرت سروات رائعة لهذه الدول وبالتالي تركيا حاولت أنها تخش المشهد بأي شكل من الأشكال وأنها تقتطف جزءا من هذه التورطة اللي صالح إنعاش الاقتصاد التركي اللي بات دلوقتي في حالة موت سريري طيب عشان نافل الملف الشأن الليبي الشارع المصري أو رجل الشارع المصري بيشوف تطورات بتحصل بيشوف تدريبات عسكرية مناورات بيسأل نفسه سؤال هل في تدخل عسكري ما بين مصر وتركيا أو ما فيش تدخل عسكري طب خلينا نقول إن احنا في البداية دائما وأبدا القوات المسلحة على العهد والقوات المسلحة هي الحافظ الآمن ليس لمصر ولكن للوطن العرض وأستشهد بالقسم اللي احنا أقصناه يمكن لما دخلنا الكلية الحربية وهي يعني قسم يعني قاطع لا يمكن لا يمكن إن احنا نحيد عنه علشان بس حتة التدخل العسكري اللي حضرتك قلتها القسم بيقول إيه وأتمنى من المشاهدين أنهم يركزوا في الكلمات القسم بيقول أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية محافظا ومدافعا عنها في البر والبحر والجو داخل وخارج الجمهورية مطيعا لأوامر رؤسائي ومحافظا على سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت ده العهد اللي احنا عهدنا به القوات المسلحة وده مهم جدا أن احنا نبقى عارفينه وأريين الكلمات بمنتهى الدقة المواجهة اللي حضرتك بتتكلم عليها هناك مواجهات دبلوماسية في هذا الوقت ولكن الحرب ليست نزهة ولكن الحرب يتطلب لها تخطيط طويل والدول القوية فقط هي اللي تلجأ إلى الحروب كآخر كرت ممكن تلجأ ليه علشان تفرد إرادتها فمش من السهل أن يحصل فيه مواجهات قادلوقتي فيه مواجهات دبلوماسية ومواجهات كلامية وعرض أمر على مجلس الأمن أمور كتيرة جدا جدا منحاول من خلالها أن احنا نعمل عملية يعني إضاح الصورة الحقيقية قدام العالم للدول اللي بتحاول تتدخل في شؤون دول أخرى بتلاقيها في هذا الوقت قد تكون ضعيفة زي سوريا وزي العراق وزي ليبيا وزي اليمن فاحنا بندي إضاح لهذه الصورة على المستوى الدبلوماسي علا وعسى أن يتم استرداد الرشد مرة أخرى لهذه الدول اللي بتحاول تتدخل في هذه الدول الضعيفة في الوقت الراهن إن شاء الله ملف آخر من ملفات التحديات اللي بتواجه مصر وهو ملف مياه سد النهضة طبعا مياه سد النهضة مهطرات كتير تعند أسيوبي تملس من اتفاقيات دولية حضرتك شايف الملف ده إزاي طيب علشان أتكلم على سد النهضة لازم أرجع على صورة تاريخية للشهيد صدام حسين ويا رب الإعداد يجب لنا الصورة الصورة دي صورة تاريخية جميلة قوي الصورة دي كانت في التمانينات وأعلم السيد الشهيد صدام حسين في هذا التوقيت أن تركيا قد قامت بقطع المياه عن نهر دجلة وأن السيد وزير الخارجية العراقي وكان في هذا التوقيت أعتقد طارق عزيز بعت دبلوماسيا خطابات كثيرة لم يهتم بيها الجانب التركي الأمر اللي من شأنه أن السيد صدام حسين سيد الرئيس صدام حسين أمر القوات الجوية بأنها تجهز له طيارة زي ما احنا شايفين كده عسكرية وكرسي وصيجار من نوع اسمه جروت سيجار طويق لنا وركب الطيارة بتاعته ونزل على أطراف نهر دجلة لما نزل على طرف نهر دجلة وصلت هذه المعلومات إلى الجانب التركي فقرر فتح السدود وزيادة حسة المياه إلى العراق اللي كانت بتاخد في هذا التوقيت 100 مليار متر مكعد 100 مليار متر مكعد تمام وفي هذه اللحظة صدام حسين ضحك وقال على تركيا أن تحسن سلوكها في هذه المرة قد أشعلت السجار وفي المرة القادمة سأشعل أنقرة قبل أن ينتهي السجار وبالتالي الأمور رجعت لطبيعتها أعتقد أن الشعب العراقي لما يجي يبص على صورة زي كده حيحزن على هذا الزعيم النهاردة لازم أبقى أعرف حصة العراق قد إيه من المية لأنها بقت دولة عزرا هي دولة ضعيفة تمام مش قادرة تحافظ على مكتسباتها ولا صروتها فحصة المية يمكن تقترب من الربع حوالي 28 أو 30 مليار متر مكعد هنا بنبين يعني إيه دولة ضعيفة بس هل الكلام ده ممكن يتنفذ مع مصر؟ لا يمكن طبعا الكلام ده واهي الكلام ده بعيد تماما عن مخيلة من يحاول خنق مصر من خلال هذه المية يبقى النهاردة لما نيجي نتكلم على سد النهضة زي محضرتك نوه ولازم نقل النقلة تمام الخاصة بسد النهضة ولازم نبقى عارفين أن فيه تغير من خلال 48 ساعة بس وهو أن الجانب الأسيوبي ردخ للمشاورات السودانية المصرية والاتفاقات المصرية السودانية بتكليف لجان هندسية وقانونية لبحث نقاط الخلاف اللي هم وقفين عليها في هذا التوقيت وده مهم جدا وتغير غير عادي خلال هذه الفترة ليه؟ لأننا لما أجي بقى أتكلم على هذا الزمن وارجع تاني لألفين وحد عشر أبقى على يقين أن أسيوبيا كانت أحد محاور الشر والإيزاء والمؤامرة على مصر طب الكلام ده أنا جبته منين يوم تلاتين تلاتة لما حصلت الأحداث في مصر اعتقدوا أن الدولة المصرية شأنها شأن كتير من الدول العربية راحت ومش راجعتين وده كان خطأ وخلل في قرية المشهد جوه دولة أسيوبيا وبالتالي يوم واحد وتلاتين مارس أعلنوا أنهم حيعملوا سد النهضة ويعني استفادوا من الأوضاع الأمنية الغير طبيعية جوه مصر وخدوا قرار بأنهم حيعملوا سد النهضة يوم تلاتين رئيس الوزراء عندهم قرر أن فيه سد حيتعامل على دفاف النيل ويوم اتنين أربعة اتنين إبريل يعني حطوا حجر الأساس لما رجعت الدولة المصرية في 2013 ورجعت بمنتهى القوة عملنا اسمه اتفاق المبادئ اللي تم تمسه بعد كده في 2015 وفضلنا مناوشات كتيرة جدا لحد يمكن السنة اللي فاتت عملنا أعتقد أن السيد الرئيس في سبتمبر تحديدا عرض هذا الموضوع على ملف الأمن على مجلس الأمن لأنه بيعرض فيه أن هناك خطر قادم من موضوع قطع المية على دولتين المصاب السودان والمصر والموضوع ده غاية في الخطورة غاية في الإزاء للشعبين المصر والسوداني يعني إحنا طرحنا الموضوع بس إحنا لما جينا طرحنا الموضوع في سبتمبر الماضي طرحناه بعد ما استنفذنا كل الخطوات الدبلوماسية الواجبة في هذا الموضوع إلى أن تعنت الجانب الأسيوبي وقال لا نيجي من سبتمبر الماضي لحد هذه اللحظة وجينا في شهر تحديدا شهر سبعة اللي فات لقينا برضا فيه شيء من التعنت من الجانب الأسيوبي فاضطرينا أن إحنا نعرض الأمر على مجلس الأمن رسميا ليه؟ لأن مجلس الأمن هنا منوت به أنه يحل كل المشاكل اللي بين الدول يحافظ على العلاقات ويحل المشاكل وكمان يرائب الدول فيه حد بينفذ التعليمات بدقة ولا ما فيش حد بينفذ نزل الملف هستأذنك بس في 30 ثانية بس نزل الملف على الاتحاد الأفريقي وابتدينا نناقش هذا الوضع لحد ما برضا كان فيه شيء من التعنت إلى أن حصلت الانفراجة من 48 ساعة ده بيأكد أن الشرعية الدولية مع مصر وأن مصر هي حافظة للقانون الدولي والقانون أحكام الأنهار الدولية تحافظ على علاقتها مع جرانها ويجب على الجميع أن يحافظوا على هذه العلاقة لكن النهاردة ما ينفعش أن أنا أتعنت بهذا الشكل وأطلع باتفاقيات وأقول أنها اتفاقيات غير ملزمة هما لإمتى هتبقوا ملزمة يعني إن بلف سد النهضة ترك ليه الدبلوماسية يعني حلو هيكون من خلال الدبلوماسية المصرية وقطعاً هترضخ أسيوبيا للقانون الدولي لأن ده قانون ملزم على كل الدول وإلا هتتعرض لعقوبات لا يعرف أحد مداها طيب سريعاً عشان وقت برنامجنا مؤخراً فوجة الرأي العام العربي والدولي بيعني اتفاقية سلام أو تفعيل زي ما أنتو حضراتكو كعز كريم مش عارف بها تفعيل اتفاقية سلام ما بين الإمارات والجانب الإسرائيلي حضرتك شايف الملف ده زي وليه مفاجأة أنا لازم في هذا الملف علشان يعني أخذ يعني الحيز بتاعه في الكلام لازم أرجع لسنة 73 قبل حرب الأكتوبر تمام الشهيد محمد أنور السادات طلب من السيد ياسر عرفات قبل خود حرب 73 أن يدعموا ببعض العناصر المسلحة عنده لأنه كان على يقين من أن النصر قادم بإذن الله وأن هيبة وسيادة الأمة العربية هترجع تاني رفض السيد ياسر عرفات في هذا التوقيت خضنا الحرب حققنا مكسب يعني أزهل العالم كله أزهل العالم كله وبيدرس حتى هذه اللحظة ده اللي خلى وطبعا إحنا بنتكلم بسرعة كده وبطريقة كده بسيطة للناس ده اللي خلى هنا راكسينجر وزير الخارجية الأمريكي أنه يهرول على مصر علشان يقول للرئيس اوقف الحرب خلاص الحرب انتهت على كده فما كان من الرئيس إلا أنه قال له اديني الضمانات أنا محتاج ضمانات قال له الضمانات بتاعك الجيش المصري الموجود في سيناء اللي أنت حتقوله حيتنفذ وبالفعل الرئيس كان يعني ضقيق جدا في هذه المرحلة ويعني اقتنع تماما بأن الجيوش تمشي على بطنها وعندنا مشاكل كتيرة وعندنا قوات مسلحة ومحتاجة أنها تأكل وتشرب وتتقدم فأخذ القرار الأصوب وهو إيقاف إطلاق النار طالما أن هناك استرداد لكامل هذه الأرض تمام؟ بالفعل عملنا سنة 77 المقابلة التاريخية لي في الكنيسة وفي 15 ديسمبر سنة 77 ابتدينا نناقش معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية اللي تخص الوطن العربي كله ما تخصش مصر بس وكان الرئيس السادات ليه 3 شروط رئيسية في هذه الفترة رقم 1 أن تكون سيناء كاملة مع مصر رقم 2 الجولان تكون كاملة مع سوريا رقم 3 45% من أراضي الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين بالإضافة لغزة رفض الجانب السوري والجانب الفلسطيني هذه المراهد المهم تمت معاهدة السلام ونحن نعيش في وقام تام خلال هذه الفترة نقف عند جزئية صغيرة أن النهاردة بعد 41 سنة بتحزو حزونا الدول العربية يعني النهاردة ينطبخ على السيد الرئيس محمد أنور السادات قول سكراط وهو ويل لمن سبق عقله زماني النهاردة بعد 40 سنة الدول العربية بتجري علشان تحزو حزو الدولة المصرية لما أجا أتكلم على الشأن الإماراتي والمبادرة هي مبادرة في صالح الشعب الفلسطيني رقم 1 ولازم هم يفهموا الكلام ده سريعا في دقيقة أتكلمني عن لجان الإلكترونية المناهضة للإنجازات اللي بتحصل والشعاعات معلش أنا أسف وقت البرنامج قدامنا بالزبط ديتين طيب بالنسبة للجان الإلكترونية طبعا اللجان الإلكترونية بتبس إشاعات وهذه الإشاعات هي أشد الحروب قذارة في هذا التوقيت لأنها بتهد أمم بتهد دول ودينا شوفنا العراق وقناة الجزيرة عملت فيها إيه برجع بسرعة لدراسة عملها وليام ماير كان دكتور وعالم نفسي في الجيش الأمريكاني عمل دراسة على الحرب بتاعة كوريا وأمريكا وأن في عدد كبير جدا من الجنود الأمريكان وقع تحت الأسر وعملوا لهم سجون نموذجية ولكن كان هناك موت سريري كل يوم برغم عدم تعرض هؤلاء الجنود إلى أي ضغوط نفسية عملت دراسة ليه علشان يعرف الناس دي كانت بتنوت ليه كوريا حطت خطة لهؤلاء الجنود زي اللي بتتعامل معنا دلوقتي في اللجان الإلكترونية مع الفارق أن هناك وعي كامل للشعب المصري حطوا خطة وقالوا لهم أن الدولة الأمريكية هي أسوأ دول العالم ولم تستطيع أنها تقوم معكم بأي شيء كمان يعني كانوا بيشغلوهم جواسيس على بعض بمقابل وجبة بمقابل حتة شوكولاتة بمقابل صدارة المهم الأعداد والأجواء اللي كانت موجودة جوا السجن كانت بتخلي الجنود الأمريكان يحتقروا نفسهم بشكل كبير جدا جدا وهذه الأجواء خلت عندهم حاجة اسمها عدم الرغبة في الحياة يعني الموت من خلال الإشعاعات اللي كانت بتتصدر من الجانب الكوري عليهم علشان كده احنا بنقول للشعب المصري إياكم والإشعاعات إياكم وإن انتوا تشيروا حاجة مش عارفين مصدرها أو مش عارفين صحة الكلام اللي موجود فيه نعلم تماما أن الشعب المصري في هذه الفترة أصبح على دراية كاملة وعلى وعي كبير جدا معظم الشعب المصري أنا مع حضرتك معظم الشعب المصري بقى أصبح على دراية كاملة خلال هذه الفترة ونأمل أن نستمر في المسيرة اللي احنا فيها إن شاء الله شهدت مصري مؤخرا انتخابات أو استحقاقات انتخابات مجلس الشيوخ وطبعا نقول استعداد للبرلمان المصري شايف سريعا حضرتك الملف ده ازاي الملف ده ملف جميل جدا مصر عملت نموذج قدام العالم برغم كل المشاكل والتحديات اللي احنا موجودين فيها في هذا الوقت وجائحة كورونا ولكن نفذنا الاستحقاق الثالث الأخير لمجلس الشيوخ لازم كان الناس تبقى عارفة من خلال الإعلام إن مجلس الشيوخ هو مجلس تنويري بمعنى إنه بينور الطريق لمجلس النواب علشان يدس فيه سرعة في القوانين وسرعة في مشاكل الشعب المصري الاستحقاق نجح بشكل غير عادي 2012 كانت نسبة المشاركة حوالي 7% النسبة المشاركة خلال الإسبوع اللي فات اللي هي في الاستحقاق اللي فات ده على طول كانت 14% وده بيؤكد أن الشعب المصري بقى عنده دراية بقى عنده وعي ما بقاش الموضوع زي ما احنا نعلم تماما وانعرف إن حضرتك عايز تتكلم على أن هناك أمامة تجاوزات ولكن هي تجاوزات بس في وقت البرنامج دهمنا لا يسعنا إن إحنا نشكر سيدة العميد محمد يوسف عدو اللجنة العالية لمؤسسة القادة والمدرب بالمجلس الوطني للتدريب والتعليم شكرا لحضرتك فاندم ونورتنا النهاردة على أن نلتقي في حلقات أخرى إن شاء الله من بنامك شارع العرب دمتم بخير وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته